مرحبا بكم جميعا في هذه القناة قناة الثقافة العربية والترجمة تلاحظون هذا الغياب الطويل لأسباب موضوعية من بينها أن البرنامج المقرر في هذه المادة تم استكماله وفي السنة المقبلة ربما قد يكون هناك من جديد في المقرر خاص بهذه المادة والآن حتى نقطع هذا الغياب سأقدم لكم هذا الفيديو وهو فيديو خاص لكل المستمعات الكريمات المستمعين الكرام وهو يتعلق بالخصوصيات التركيبية أو النظام التركيبي أو لنقل على لسان عبد القاهر الجراني الذي يتحدث عن النظم نظم اللغة فلكل لغة نظمها أشاك لونغ سان سيستام سان تاكسي هذا موضوع هذا الفيديو نعم إذن تلاحظون هنا لأنه الاختيار فاللغة العربية هي لغة نظمها هو فعل فاعل فعل به بينما اللغة الفرنسية نظمها فاعل فعل فعل وهذا تغير تركيبي مهم جدا لا بد من مراعاته أثناء الترجمة في هذا الدرس الصغير أو في هذا الدرس الموجز سنتعرض أولا لهذه النظامين التركيبيين وبعد ذلك سنستنتج على أن الربط في اللغة العربية لا يكون إلا صريحا بينما في اللغة الفرنسية قَدْ يَكُونُ غَبْتِ الْمَنْتَقِي سَارَيْحَنْ أو دَمِلِيَنْ C'est ce qu'on va voir aujourd'hui On commence par SVO et VSO A chaque langue son propre système syntaxique C'est un principe fondamental que le traducteur se doit de prendre minutieusement en compte Ainsi le système syntaxique canonique de la langue arabe est VS Par conséquent la phrase arabe commence normalement par le verbe Le traducteur ne doit donc pas hésiter d'utiliser la phrase verbale الْجُمْلِ الْفِعْلِيَةِ أي أن الْجُمْلِ الْفِعْلِيَةِ يَا الْأَصْلُو في اللغة العربية En revanche طلبة جُمَلَهُمْ un type On constate tout d'abord qu'il s'agit d'une phrase complexe dont la phrase dont la première proposition exprime la conséquence le lien logique utilisé étant donné que c'est un lien logique ou bien c'est un connecteur de subordination Pourquoi de subordination ? C'est grâce à la présence de ce que De même en arabe donc le connecteur de subordination on le traduit en arabe par الْرَابِتْ الْمَسْدَرِ Mais bien sûr à opposer ou bien au connecteur de coordination الرابط العطفي الْوَاوْ رابط عطفي ف رابط عطفي إذ رابط عطفي في حين بما أن هذا رابط مصدري لأن يتبع بأن المصدري أو لأن إلى غير ذلك نتبهوا جيدا لهذه المسألة مهم voilà donc étant donné que les gens consomment une alimentation chimiquement et même génétiquement modifiée la santé publique se dégrade de jour en jour نفترض أنه طلب منا أن نستعمل لغرض ترجمة هذا النص سنفين من الروابط المنطقية الرابط العطفي إذ والرابط المنطقي بما أن من بين الترجمات الممكنة ما يلي الترجمة الأولى إذ يستهلك الناس أغذية معدلة كيميائيا بل وحتى ورافيا تتدهور الصحة العامة يوما بعد آخر انتبهوا جيدا فهنا حافظنا على المبدأ الأساسي وهو أن الجملة الأصل في اللغة العربية الجملة الفعلية وبالتالي بدأنا جملة يستهلك إذ الجملة إذ يستهلك الناس لاحظوا الآن ماذا سيحدث إذن لاحظ جيدا كما كيف واقع الاختيار الجملة الفعلية باعتبار الأصل باللغة العربية حسنا فلنعد الكرة الآن بالرابط المنطقي بما أن من بين الترجمة الممكنة الترجمة الآتية بما أن الناس يستهلكون أغذية معدلة كيميائيا بل وحتى ورافيا تتدهور الصحة العامة يوما بعد آخر لاحظ جيدا كيف أن الرابط المصدري بما أن فرض علينا استعمال اللجوء إلى الجملة الاسمية في هذه الحالة نقول على أن هنا يعني هنا كونتغانت فورض علينا فرضا أن نستعمل أن نلجأ أو أن نستعمل الجملة الاسمية هذا وبهذا نخلص إلى مبدأ أساس عام في الترجمة وهو الآتية الأصل في العربية الجملة الفعلية غير أن الدواعي البلاغية والتركيبية مثل الرابط المنطقي والانسجام والتماسك قد تفرض علينا أو تفرض على مستعمل اللغة أو المترجم استعمال الجملة الاسمية عوض الجملة الفعلية الجملة والترجمة لكي أسأل قد جملة وجملة تفرض جملة 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 تفرض L'athlète n'a pas pu poursuivre la course Phrase 2 L'athlète n'a pas pu poursuivre la course Car elle est très fatiguée Vous allez vous rendre compte Que les deux phrases ont le même sens لكن الآن ما ذا أني اللغة العربية هل تحتمله يالأخرى لستعمال الربط المنتقي الصالح والضمني الواجهان يعني الربط المنتقي الصالح والضمني المناحظة الأولى لا يمكن أن نترجم حرف ينجلة الأولى لا يمكن أن نقول متعب جدا لم يستطع العداء إكمال السباق وإلا لو فعلنا هذا لكنا من بين المتساقطين من مستعمل اللغة العربية ولا من المذعينين إلى نظام آخر غير نظام نور والنظام التركيبي الفرنسي لأن ما يسمى بالأفغاس فهذه غير موجودة غير موجودة جملة في اللغة العربية تدعى بهذا المعنى بل لا بد من إظهار رابط المنتقي الذي كان ضمنين في اللغة العربية الصحيح القول لم يستطع العداء إكمال السباق لأنه متعاب جدا هذا الصحيح وبالتالي في الجملة الأولى والجملة الثانية سيكون لهما نفس الترجمة نخلص إذن إلى مبدأ أساسي عام ثاني وهو حين نكون بصدر الترجمة من الفرنسية إلى العربية لا بد من إظهار الرابط المنطقي الكامن في الفرنسية لأنه لا وجود في العربية إلا للربط الصريح شكرا لكم وطابت أوقاتكم بكل خير وإلى فرصة أخرى إن شاء الله تبقوا على خير اشتركوا في القناة